بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله سندرس في هذه الوحدة التطبيق الأخير من تطبيقات التكامل المحدد وهو في حساب المساحة الدورانية المساحة الدورانية أو أنا أقول حساب مساحة القشر الدورانية القشر الناتجة عن دوران فإذا كان لديه في المستويه كان لديه منحني أو قوس من منحني Y تساوي إلى FX قوس من منحني خلينا ناخده المنحني هو منحني أملس فإذا أخذنا قوس منه بين النقطتين A و B فإذا دار هذا القوس ليست المنطقة إذن سابقا درسنا الحجوم الدورانية عندما تدور المنطقة يعني المنحني وما تحت المنحني وفوق المحور المستقيمين هنا فقط الذي يدور هو المنحني فإذا دار لرسم لي القشر الخارجية للمنحني إذن لن يرسم لي إذن سنحصل على مجسم دوراني ولكن أنا أريد أن أحسب مساحة القشر الخارجية لناتجة عن دوران هذا المنحني حول المحور OX النظرية التالية تعطيني الدستور الذي يحسب لي هذه المساحة فإذا كان لدي منحني دار لف إكس لها منحني أملس أن ماذا تعني لها منحني أملس؟ يعني أن المشتق لألا موجود وهو عبارة عن دار لمتصلة على نفس الفترة على الفترة A B إذن المشتقة ستكون موجودة ومتصلة على هذه الفترة وإذا كانت F في الإكس أكبر من الصفر على الفترة A B ما ستعني F في الإكس أكبر من الصفر؟ قلناها سابقا أن هذا هو محور الإكسات وهذا محور الوايات أي محور الـ FX فF في الإكس أكبر من الصفر تعني أن المنحني يقع في النصف العلوي من المستوي فوق المحور OX عند إذن فإن المساحة الدورانية الناتجة عن دوران تعطى بالمساحة القشرة الدورانية طبعا القشرة الدورانية يعني السيرفس مساحة السطح الخارجي السيرفس أول الحرفي هو S ولذلك يرمز القشرة الدورانية S من A إلى B ودستورة يعطى بهذا العلاقة الآن كما فعلنا سابقا في طول القوس نحسب هذا المقدار أولا بصورة مستقلة يعني نحسب من المشتق نربع المشتق نجمع له واحد ثم نجزر ثم نأتي في الدالة إلى اللي حصلنا عليها نضعها هنا من الأشياء التي تعطيك إحساس بأنك عمشتغل صح أن الـ FX تختصر مع المقام مثلا وتحصل على تكامل يحل بطريق التغيير الأسماء لأنه عندك دالة تحوي في قلبها دالة أخرى إذن لحساب قيمة هذا التكامل ما علي إلا تطبيق طريق التغيير الأسماء نأخذ مثال على ذلك فإذا كان لدي المثال التالي أوجد المساحة الدورانية الناتجة عن دوران منحني وي تساوي إلى جزر الـ X بين نقطتين 4 و 2 و 1 و 1 طبعا إكسات نقطة الدوران الأولى هي 4 وإكسات نقطة الدوران الثانية هي الواحد طبعا إذا رسمنا هذه المنطقة إن رسمتها هي من الشكل التالي هذا هو الخط البياني اللي وي تساوي إلى جزر الـ X الـ 4 و 1 إذن الإكسات النقطة الأولى إذن 4 و 2 إذن هي 1 و 2 1 و 2 3 و 4 وهي 1 و 2 إذن معنى هذه هي النقطة مثلا النقطة الأولى هي A والنقطة الثانية هي 1 و 1 إذن 1 و 1 ستكون هي إكساتها و 1 إذن معنى هذه هي ستكون يجب أن تكون إذن هي 4 و 2 وهذه النقطة الثانية اللي هي بـ 1 و 1 إذن سيكون تكامل من 1 إلى 4 من إكسات النقطة الأولى إلى إكسات النقطة الثانية قلنا أول شيء ناخد الدالة ومنشتقة إذا اشتقينا هذه الدالة فإن مشتقها يُعطى بالعلاقة التالية مشتق الجزر هو مشتق ما تحت الجزر على 2 ضرب الجزر لو ربعنا الطرفين لو حسبنا F فتحة للتربيع لحصلنا على مربع الواحد واحد مربع الاثنين أربعة ومربع الجزر بطير الجزر لو إنه 1 زائد F فتحة للتربيع فمعنى ذلك بأخذ هذا وبجمع له 1 1 زائد 1 على 4 إكس طبعا 1 زائد كسر لا يمكن إلا بعد توحيد المقامات هذا يكتب 4 إكس زائد 1 تأسيم 4 إكس لو جزرنا الطرفين اللي حصلنا على 1 زائد المشتق للتربيع تحت الجزر طبعا من خواص الجزر الجزر يذهب للبسط ويذهب للمقام إذن جزر 4 إكس زائد 1 على جزر 4 إكس لكن 4 جزر 2 ضرب جزر الإكس إذن هذا هو إنه نأخذ هذا المقدار ونضعه في الدستور نضعه في الدستور اللي هو عبارة عن S يساوي تكامل من A إلى B لـ 2 باي بـ F في الإكس ضرب تحت الجزر 1 زائد F فتحة إكس للتربيع بديل X وهذا يساوي إلى التكامل 1 إلى 4 على 2 باي F في الإكس هي عبارة عن جزر الإكس ضرب هذا المقدار حسبناه هو جزر 4 إكس زائد 1 على جزر الإكس ضرب 2 بديل X من هنا قلت أنه شعورك أنك عم شغل يجب أن تختصر F إكس مع شيء في المقام طبعاً والإثنين تختصر مع الاثنين ببقى معك هذا يساوي إلى تكامل طبعاً الباي يمكن إخراجه من 1 إلى 4 لتحت الجزر 4 إكس زائد 1 بديل X قلت نحصى لتكامل دالي وفي فئة دالي إذن يحسب بتغيير الأسماء إذن وصلنا إلى هنا الآن إذا غيرنا الأسماء سمينا هذا يو عند إذن إذن اليو هي عبانة 4 إكس زائد 1 فالديو ستكون هي 4 بديل X يعني ربع ديو يساوي إلى دي أكس طبعاً هذه الأسماء الداخلية لنغير الأسماء الخارجية إكس يساوي الواحد وإكس يساوي الأربعة فهذا يؤدي اليو تساوي واحد في أربعة أربعة زائد واحد خمسة واليو تساوي أربعة في أربعة ستاة سائد واحد سبطعش إذن بصير من خمسة إلى سبطعش إذن فإنني أكامل من خمسة إلى سبطعش إذن فأحصل على باي تكامل من خمسة إلى سبطعش لجزر اليو يو نصف بديو الديو هي ربع دي أكس إذن بهذا الديو وهذا يساوي يو نصف هي باي على أربعة يو قس ثلاثة على تنين يو قس ثلاثة على تنين وسواحد ونصف تقسيم اثنين على ثلاثة يعني اثنين على ثلاثة ونعوض هنا من خمسة إلى سبطعش نعوض أولا بالسبطعش ثم نعوض بالخمسة طبعا والثنين مع الأربعة بتختصر بتصير اثنين مع الثنين بتختصر هي